في الحقيقة فيه اهتمام كبير من الدولة المصرية بفكرة تعظيم الانتاج في كل المجالات خصوصا الانتاج الغذائي النهاردة حلقتنا هيبقى فيها جزء كبير مخصص على قصة الانتاج الغذائي السمكي انبارح كان فيه اجتماع مهم جدا لسادة رئيس عبدالفتاح السيسي عشان يناقش الموضوعات الخاصة بتطوير البحيرات الخامسة في مصر أو ما يعرفوا بالبحيرات الشمالية الهدف من التطوير ده هو مضاعفة انتاجنا من الثروة السمكية من خلال هذه البحيرات الهدف ايضا توفير فرص عمل اكتر للصيادين علشان يكون عندنا بحيرات امنة من الناحية البيئية تكون خالية من كل المبيدات والحشائش الضارة اللي كانت فيها وفي نفس الوقت زي ما قلنا نعظم انتاجنا من الاسماك اعتقد ان التطوير اللي موجود فيه البحيرات المنزلة البردويل البرولوس دايروت وغيرها من البحيرات احنا شايفينه كلنا وفي نتائج ملموسة للتطوير ده يعني لما نيجي نتكلم عن بحيرة المنزلة اللي كانت بتنتج 45 ألف طن في السنة اللي فاتت السنة دي بقت بتنتج 85 ألف طن بحيرة البرولوس كانت بتنتج 50 ألف طن من الاسماك سنويا دلوقتي انتاجها ترفع لمية وخمسة ألف طن ده ما كانش هيحصل غير من خلال ازالة التعديات والتكريك والتطوير اللي بيتم فيه البحيرات بقاله فترة زي ما قلت كده بالضبط يا مانا يمكن لغة الأرقام بتؤكد كده موقع رئاسة الجمهورية أكد ان الخمس بحيرات دول يتكلفوا حوالي 88 مليون جنيه عملنا إيه؟ عملنا إن احنا زلنا كل التعديات الخاصة من المزارعين اللي كانوا عاملينها على هذه البحيرات إزالة الحشائش تطوير البنية الخاصة بالصرف الزراعي اللي كان بينزل فيها معالجة المياه اللي كانت بتنزل في هذه البحيرات لأن المياه الصرف الملوثة بالمبيدات لما بتنزل في هذه المحيرات بتأثر أيضا على الانتاج السمكي طيب البحيرات دي بتنتج إيه؟ محردت تندج أنواع كبيرة جداً من السمك. منها سمك البلتي، سمك الطبار، سمك البوري، الدنيس، الجنباري. كل هذه الأسماك طبعاً لها شعبية كبيرة جداً عند المصريين. بيساهم بشكل كبير في توفير السمك بأسعار معقولة في السوء المصري وأيضاً تصديره للخارج. يمكن لما بيتوفر بأسعار كويسة إحنا شايفينه كمان بيتوفر بجودة كويسة وده مهم جداً. وده بيساعد قوي في عملية التصدير اللي هي بتبقى عينة عليها للدولة وكمان عينها على أن المصريين يعرفوا يأكلوا سمك بجودة كويسة. وكمان لما يجي بنصدر بنوفر عملة صعبة. لما مصر بتصدر بنصدر 29 ألف طن سنوياً من الأسماك. معظمها بيكون من البحيرات الطبيعية اللي بيتم تطويرها حالياً. إحنا موجودين معاكم النهاردة على مدار ثلاث ساعات. هنتكلم معاكم في مواضيع كتير في حلقتنا. ونصبح على حضراتكم مرة تانية صباح الخير يا مصر.